هذا المشهد ليس في الارجنتين او كولومبيا بل هو في بغداد هروب جماعي لسجناء متهمين بترويج المخدرات من سجن القناة شرقي بغداد الاجهزة الامنية الحكومية قالت انها اولاء الهاربين البالغ عددهم 15 سجينا هم من تجار المخدرات الذين القي القبض عليهم قبل نحو 4 شهور وادينوا بتهم تتعلق بتجارة وترويج المخدرات قبل ان تفتح لهم ابواب السجن على مصراعها للفرار دون عناء الى جهة مجهولة وزارة الداخلية ولرفع الحرج عنها اعفى وزيرها ياسين الياسري قائد شرطة بغداد ومديري شرطة الرصافة وباب الشيخ والاعلان عن حجهم في مقر وزارة الداخلية وكان النائب فائق الشيخ علي قد اتهم الاحزاب والميليشيات الطائفية برعاية تجارة المخدرات والمسكرات في العراق كما كشف في وقت سابق نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي ان المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها الميليشيات التي تسهل ادخال المخدرات الى البلاد كما كشف ايضا الفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة ان ثمانين بالمئة من المخدرات التي تدخل البصرة يكون مصدرها ايران فلابد من العودة الى التشريع السابق عقوبة الاعدام تقرر للتجار العمالية للحتام الكبيرة ومن يغطي لهم ومن مسؤول عنهم ومن يستخدم لهذا الغطاء هذا جانب مهم اما المتعاطية ما نتحدث عنه انا اول ماذا قلت قلت هذا ضحايا الاراق ناخذها بمصاحات انطيبا عالجة انطلعا سيلا برامج خاصة وان كان مع الاسف احنا بالعراق ضعيفين لا بل اضعف دولة بالمنطقة في موضوع المصاحات عندنا دول مجاورة اعتمية مئة وخمسين مصاحة هذه مصر هذه ايران كل الدول احنا ما عندنا مصاحة لحد الان رسمية بالعراق لكن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ضرب بكل تصريحات اركان حكومته المدنيين والعسكريين وتصريحات اعضاء البرلمان عن ان ايران هي المصدر الرئيس للمخدرات التي تدخل العراق ضرب بها عرض الحائط حيث اتهم عبد المهدي الارجنتين بتصدير المخدرات الى العراق وهو ما اثار سخرية وتهكما على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية يعني تحاول ان تمتد تأتي من الارجنتين الى عرسال تنتقل عبر سوريا تدخل العراق وترجح مصادر الصحفية المحلية ان ما جرى في سجن القناة كان عملية تهريب وليس هروبا على غرار حوادث سابقة عندما هربت عناصر متهمة بالارهاب من سجن ابو غريب وسجن القصور الرئاسية في البصرة ابان حقبة نور المالكي اشتركوا في القناة